اشتركوا في القناة إليكم لائحة هذه العطل كما جاءت في المقرر الوزاري إذن فلائحة العطل فهي على الشكل التالي إذن لائحة العطل بالتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهلي وأقسم تحضير لشهادة التقني العالي برسم السنة الدراسية 2020-2021 هنتم ما غدي تشوفوا معايا فهذه اللائحة مختلفة تماما عن باقي السنوات الأخرى إذن عندنا هنا العطلة المدرسية عندنا تواريخ ديالها وعدنا عدد الأيام إذن عندنا العطلة الأولى وهي العطلة البينية الأولى وعيد المولد النبوي الشريف من يوم الأحد 25 أكتوبر 2020 إلى يوم الأحد 1 نوان لبير 2020 إذن عندنا العطلة البينية الثانية ستكون ذكرى المسيرة الخضراء ستكون نهار الجمعة 6 نوان لبير 2020 سمح ستكون فيها يوم واحد العطلة الثالثة ستكون عيد الاستقلال ستكون نهار الأربعة 18 نوان لبير 2020 ستكون فيه نهار واحد عندنا العطلة البينية الثانية ستكون من يوم الأحد 6 دو جنبير 2020 إلى يوم الأحد 13 دو جنبير 2020 ستكون فيها أيضا ثمانيام عندنا العطلة الخامسة ستكون هي فاتح يناير ستكون يوم الجمعة فاتح يناير 2021 ستكون فيها نهار واحد أما العطلة السادسة التي ستكون هي ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال نهار 2 11 يناير 2021 ستكون فيها نهار واحد هنا فيما يخص الدورة الأولى أو للأسدس الأول أما يعني العطلة ديال منتصف السنة الدراسية ستكون نهار الأحد 24 يناير إلى 31 يناير 2021 ستكون فيها ثمانيام عندنا العطلة البينية الثالثة ستكون يوم الأحد 14 مارس 2020 إلى يوم الأحد 21 مارس 2021 ستكون فيها أيضا تمانيام هنا العطلة التاسعة وهي عيد الشغل سيكون يوم السبت فاتح ماي 2021 ستكون فيها نهار واحد أما العطلة الأخيرة في هذا الموسم الدراسي وهي العطلة البينية الرابعة وعيد الفطر ستكون يوم الأحد سعود ماي 2021 إلى يوم الأحد 16 ماي 2021 ستكون فيها تمانيام حقيقة يعني هذا توزيع اللي داروا ديال العطلة فهو يعني توزيع يعني مشكلة متساوية لجميع الأيام ديال السنة الدراسية ديال 2020 2021 إذن فهذا العطلة جاءت في المقرر الوزاري وهنتم ما كنتشوفوا معي هنا يا توقيع ديال الوزارة إذن إذا كان عنكم شي تساؤل حول يعني هذي لأيها ديال العطل فما تتردوش أنكم تخليوه لي في التعليق وما تنسوش أنكم تشاركوا في القناة باش وتفعلوا أيضا زر الجرس باش إن شاء الله توقع توصلوا بكل جديد كنحطوه على القناة لهي القناة ديالكم تعليمية قناة الحميدي إذن إلى الحلقة القادمة إن شاء الله